السلام عليكم و مرحبا بكم انا منتصر و انتم على قناة اوبتيمو غاستروال و ان شاء الله نقدم لكم وجبة اللغدة هي قليلة الكربوهيدرات الطبق الرئيسي في هذه الوجبة هو الكفتاء ماطيشة و الفلفل ولكن على الطريقة الفلفل عمر بمضادات الاكسادة بالفيتامين السي و المعادن و ماطيشة كذلك ماطيشة فيها شوية سكر ولكن لديك الكمية قليلة بالنسبة لها الطاجين اللي غادي يأكله للناس مثلا اذا ندعو على بركة الله في المقادر و في الطريقة التحضير و هتحضروا معنا و هذا شيء بسيط كالعادة لانه مغير على العادة اللي تعمل دائما بسم الله لدينا ماطيشة السوريز الطمطم كرازية لدينا الفلفل حمار و الصفار و التومة و الكامون و الملحة و الهريسة و القصبع لدينا خبز مطحون يابس مطحون الشابلير لدينا القفتاء لدينا مكونات المعدنوس والبصلة و الكامون واليبزار و الملحة و الفلفل غابرة بعد ما نخلطه مع الكفتاء المكونات و نعجنهم فيها يعني باليبزار بالفلفل بالملحة بالبصلة بالمعدنوس بعد ما نعجنهم جيد و نزيد فيها و نعودها بالعجين حتى ندامج جيد هذا الشابلير حتى تتحمل من فوق لا تبقى شيئا كيف ترى كيف نقوم بها و نقوم بها في وجهة الطاجين و نقوم بها مع ناطيشة نصد القفتاء سيكون طيب في حالة الطريقة العادية التقليدية و النص الاخر سيكون محمر لان بعد ما نعجن يتحمل من وجهة من وجهة من وجهة من وجهة المهمة المهمة سيكون محمر بالفلفل يتحمل من فلفل و عمري مضادات الأكسادة تقريبا لا يجب على العجل لأن مكونات مفيدة للجسم و خاصة من الناس الذين يتحمل السكر و يحتاجون الفيتامين و يحتاجون الربعة و التومة و المهمة و تكون مكونات فارماسي في المطبخ و يتحمل و يتحمل و يتحمل هذا الطاجين سوف نقوم بعمل التوابل و حرقناها في الماء لأن هذا الطاجين سوف نقوم بعمل في التوزيع و مع العرق سوف نقوم بعمل حتى يتم تسرع التوزيع من الوضع و لا يتحمل و لا يتحمل من الوضع لم يكن أفعل الزيت مطحونة من المطبخ يتحمل حيث لا يتم تنقوم بعمل 15-20 دقيقة و أعطى اضافة من ناحية الاضافة كانت تسمى الشلطة مايونيس نجدها في اعلى الفيديو والخبز الزراعة هذا الخبز الزراعة ثم 30 غرام لا تعدى 10 غرام الزراعة لا يوجد اكثر من 10 غرام والطاجين لا يوجد اكثر من 5 غرام لا نستطيع اكثر من تجربة فهذا يوجد اكثر من المجموعة من الوجبة الطعام لا تدرك الاشياء لا يأكل العدد كامل بالتقليل إذا كانت من الوجبة تكون نالت الإعجاب ديالكم جربوها وردوا علينا الخبار والتعليقات ديالكم يفيدونا والاشتراكات ديالكم طبعا كيشجعونا وإذا ما تبخلوش علينا بجيم